موسيقى السلام عليكم أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة شديدة من برنامج صد الأقلام نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في أهم العموين موسيقى في صحيفة الشرق الأوسط ترقب في بغداد عشية ذكرى مقتل سليماني وطهران تشيد بتحركات ميليشياتها موسيقى اندبنتت عربية قالت تأهمنا أمريكي لهجوم إيراني محتمل في الشرق الأوسط موسيقى في الزمان العامري والفياض يشاركان في مراسم ذكرى اغتيال سليماني في طهران موسيقى العرب الجديد قالت العراق العثور على لغم بحري ملتصق بسفينة نفطية أمام موانئ البصرة موسيقى بعزمها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% موسيقى أما في الخليج الإماراتية مجلس الشيوخ الأمريكي يبطل فيتو ترامب ضد ميزانية الدفاع موسيقى في حواره التلفزيوني الأخير بدى زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله جنديا في الحرس الثوري الإيراني أكثر مما هو في جيش الولي الفقية فقد بدل جهدا مضاعفا في محاولته تطويع التاريخ وتزيف الكثير من وقائعه ومجرياته بما يؤدي إلى تطويب قاسم سليماني كإقونة للمقاومة بوصفه الملهم والمخطط والراعي لها علي شندب يقول في موقع العربية إن حسن نصر الله يحاول السطوة على تاريخ المقاومة العراقية ونسبه إلى سليماني استغرق نصر الله وقتا طويلا في صناعة صورة خيالية أسطورية لقاسم سليماني فنسب إليه كل ما يعتبره بطولات من سوريا ولبنان إلى العراق واليمن وصولا إلى فلسطين وخصوصا حركات المقاومة وفق تعريف نصر الله الذي أظهر بعض هذه الفصائل أشبه ببندقية للإيجار فقائد فيلق القدس الإيراني دمر كثير من المدن والعواصم العربية دون أن يطلق رصاصة واحدة باتجاه القدس إنه التزيف الذي استفز عنفوانا وكرامة أهل غزة فدفعهم إلى تمزيق صورة سليماني وإنزالها والدوس عليها تماما كما فعل ذلك سابقا شباب الناصرية وبغداد ومحافظات العراق بصور خميني وخامنئي وسليماني في حين اعتبر نصر الله أن نشر صور سليماني ابتدأ في سياق الحرب على داعش في سوريا والعراق لكن نصر الله أغفل سهوا أو عمدا أن السليماني وجحافله وميليشيات الحجد الشعبي كانوا يقاتلون في العراق برعاية الأباتشي الأمريكية وفي سوريا برعاية السخوي الروسية وأنهم لو لا هذه الأباتشي والسخوي لربما ابتلع داعش العاصمة بغداد وغيرها وبهذا المعنى يتجحض التخادم المشترك مع روسيا لأجل المصلحة الإيرانية المتخادمة مع أمريكا منذ احتلال العراق ومع روسيا منذ تدخلها في سوريا الكاتب يرى أن الأخطر في كلام نصر الله هي محاولته خطف المقاومة العراقية تماما كما اختطف واختزل المقاومة الوطنية اللبنانية وتصويرها أنها مقاومة الفصائل المتأيرنة نفسها أي الفصائل التي دخلت العراق على متن الدبابات الأمريكية وكانت من أبرز أدوات الاحتلال المزدوج العسكري الأمريكي من جهة والمعنوي الإيراني من جهة أخرى ثم يعود الكاتب علي شندب ليقول أن الاحتلال المعنوي الإيراني سمح لنصر الله وسلطته السياسية والدينية في تأمين المخارج والفتاوى والتسويغات لكل الخطوط والتيارات العراقية المتأيرنة في هذه التجربة فإيران دعمت كل المسارات وقالت لجميع هؤلاء اتكلوا على الله ونحن معكم لأن كل هذه الخطوط كانت ستؤدي إلى نفس الهدف إذن اتكلوا على الله هي الاستراتيجية الإيرانية في العراق وهي الاستراتيجية التي تضع كل الشيعة بحسب نصر الله في الجيب الإيراني وهي الاستراتيجية التي تجمع الرافضين المدنيين للاحتلال الأمريكي مع عملاء الاحتلال الذين دخلوا على متن دباباته إلى العراق لكنها أبدا لم تفصح عن اسم فصيل واحد كان يقاتل ضد الأمريكيين ربما فات نصر الله الانتباه إلى أن استراتيجية التكل على الله قد اعتمدها أيضا أبناء البصرة والنجف وكربلاء والسماوة وذيقار والديوانية وبابل وجرف الصخر وبرهنوا أنهم وحدهم المتكلون فعلا على الله وليس على أمريكا ولا غيرها وقاموا بإحراق قنصليات إيران فضلا عن صور قادتها وكل رموزها بالإضافة لمقرات ومكاتب فصائل المقاومة المتأيرن إياها من منظمة بدر عصائب أهل الحق وسرايا السلام وحزب الدعوة بأجنحته في إعلان صريح على ربض الهيمنة والوصاية الإيرانية على العراق فهل وصل الإفلاس لدى نصر الله إلى درجة تجعله ينكر الجغرافيا ويزور التاريخ ووقائعه الدامغة وهل وصل به الأمر إلى درجة تجعله يقول إن المقاومة العراقية هي من صناعة إيرانية ومن صناعة جنرالها قاسم سليماني الكاتب يتساءل هل إن مسرح عمليات مقاومة نصر الله العراقية كان في الفلوجة وخانضاري والرمادي والرطبة وعانى وراوة والبغدادي وحديثة والقائم أم في الموصل وكل محافظة لينوى أم في تكريت وباجي والدور ومكشيفة وكل محافظة صلاح الدين أم أنها في المشاهدة والتاجي والأعظمية وحزام بغداد أم أنها في محافظة ديالة أم في الفرات الأوسط الكاتب يتساءل عن أي مقاومة عراقية يتحدث حسن نصر الله الذي يريد أن يصادر كل ما فعلته المقاومة العراقية وينسبه لقاسم سليماني بهدف تطويبه قائداً لحركات المقاومة وملهمها ومخططها من جهة وتحقيره لكل من لا يواليها من جهات أخرى ما أقدم عليه نصر الله من اعتداء على المقاومة العراقية يشكل إهانة لتاريخ العراق ولأهل المقاومة وأبنائها الحقيقيين منذ مقتل الليجمان على أيدي ثورة العشرين إلى كتائب ثورة العشرين بعد 2003 وليس لأولئك المزيفين الذين أراد نصر الله تنصيبهم على سدة المقاومة بعدما دلفوا إلى العراق على متن دبابات الاحتلال واشتغلوا كمخبرين غير سريين لصالح قوات الاحتلال وهذا لا ينفي بتاتا وجود عمليات مقاومة لأبناء الشيعة في بعض مدن الجنوب العراقي إنما هوية أصحاب تلك العمليات عراقية عربية معروفة وهم أنفسهم اليوم في ثورة التشرين العراقية ممن يتصدون لهيمنة إيران وكوابيسها في العراق وعبره لقد هرب نصر الله وتهرب من تسمية فصيل واحد لحجة عدم نسيان البقية والحقيقة أنه لا يوجد فصيل حقيقي واحد يمكن أن يسميه نصر الله والحقيقة أيضا أنه على فصائل المقاومة العراقية يقع عاتق الرد حتى لا يعتبر صمتها تسليما بمصادرة نصر الله لها فأثناء تغطيتنا لغزو العراق واحتلاله طيلة عام 2003 ومن ثم متابعتنا لإعلامية اللصيقة لملف العراق لغاية عام 2010 كان يردنا عشرات العمليات وكنا نبثها خلافا للدعاءات نصر الله وقد حصل امتناعنا عن بث عمليات للمرة الثانية لأنها وردتنا باسم فصيل آخر الكاتب يشير إلى أنه بعد التدقيق بهذه الفيديوهات اكتشفنا أن بعض فصائل نصر الله العراقية كانت تشتري بعض فيديوهات العمليات من بعض الفصائل وأتقوم بلسق شعاراتها وأدبياتها بهدف بثها كعمليات منسوبة إليها وما زلنا مع مقال علي شندب في موقع العربية حيث يقول الكاتب أنه بعيدا عن شراء أفلام المقاومة العراقية ومن ثم تغيير أصلها وفصلها وحسبها ونسبها للفصائل الموالية لإيران لماذا غيب حسن نصر الله قصدا لقاءاته مع المقاومة العراقية الحقيقية وأنموزها وقادتها ولم يذكر أسماءهم وهنا نجد أنفسنا مضطرين أن نورد غيظة بعض تلك الأسماء والتواريخ الدالة في عام 2004 وبطلب وترتيب من الرئيس السوري بشار الأسد التقى الشيخ حارث الضاري على رأس وفد من هيئة علماء المسلمين نصر الله بحضور وكيله في العراق محمد كوثراني وكان هدف اللقاء ورسالته من وجهة نظر الضاري أن حزب الله وشيعة لبنان مع المقاومة العراقية وسنة العراق من شانهم أن يشكلوا نوعا من الوحدة ويمنع الفتنة بين الطرفين لكن هدف نصر الله كان في دفع الضاري إلى زيارة إيران حيث يستقبله قادتها بالسجاد الأحمر لكن الضاري أبلغ نصر الله بتلبية الزيارة بعد خروج الاحتلال الأمريكي وتحرر العراق من الهيمنة الإيرانية ثم حصل عدوان تموز 2006 ويومها أصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا تضامنيا مع لبنان وحزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيلي لكن قناة المنار وكل إعلام نصر الله لم يبثوا هذا البيان أو ينشروه كما أن فصيلين من المقاومة العراقية أهديا عمليتين أسقطوا في الأولى مروحية أمريكية ودمروا في الثاني عجلة هانفي أمريكية لمقاومة حزب الله لكن قناة المنار وإعلام نصر الله أيضا امتنعوا عن بث العمليتين إن عدم وجود مشروع عربي حقيقي يواجه المشروع الإيراني في العراق ويتوازن معه في المنطقة سمح لإيران وأذرعها في تزوير التاريخ كما والتغول في بلاد العرب يختتم الكاتب بالقول إنما تقدم يبين زيف ادعاءات نصر الله التي باتت أشبه بسرقة موصوفة يريد ضخها في رصيد قاسم سليماني لجعل صورته أيكونة ربما ينافس بها صورة إتشي جيبارة العابرة للتيارات والطوائف والقرات في حين أن صورة سليماني كما صور سادته وقادته يتعرضون للتمزيق والإحراق والدوس عليها بالنعال من طهران إلى النجف وبغداد والبصرة وذيقار وبالأمس في الموصل وغزة من العراق وإليه تتسارع زيارات ذهابا وإيابا وتزاد معها التصريحات والشائعات والتهديدات المتبادلة والصدعاء لقوات وعتاد جعل العراقيين يحبسون أنفاسهم انتظارا لأزمة تلوح في الأفق أو انفراجة تحافظ على التسوية مصطفى فحص يرى في موقع الحرة أنه حتى الآن وعلى الرغم من الصقف العالي للتصريحات واستعراضات القوة لم تزل طهران معنية بالتسوية ليس بسبب عقلانية مستجدة أو مراجعة لموازين القوة بل لأن التهديدات الأمريكية جدية وحاسمة وغير معروفة الحجم والجغرافية حتى اللحظة يبدو أن واشنطن تتحفظ على ساعة الصفر وحدها من يحدد الزمان والمكان لكنها حذرت طهران وميليشيتها في العراق من أي اعتداء ضد مصالحها يؤدي لسقوط ضحايا أمريكيين فالبيت الأبيض الذي رفع سقف التهديدات لم يزل ملتزما لضبط النفس ولم يرد على الصواريخ التي تسادف سفارة بلاده في بغداد في المقابل تصر طهران على تجنب المواجهة ونجأت إلى وسطاء عراقيين وإقليمين لنقل رسائل التهديئة بينها وبين واشنطن وأظهرت تعاملا جديا مع التهديدات وسارعت إلى الضبط أتباعها في العراق وأفدت قائد فيلق القدس إسماعيل قآني إلى بغداد بهدف ضبط الجماعات الموالية لها التي كادت أن تتسبب بمواجهة مع الحكومة العراقية تبدو طهران في سباق مع الوقت لكنها لا تريد استفزاز واشنطن قبل خروج ترامب من البيت الأبيض لذلك سحبت فكرة الرد حتى لا تدفع ثمنا عسكرية ولكنها أيضا ستتجنبه مع إدارة بايدن لأنها ستدفع ثمنا دبلوماسيا ومن الممكن عسكريا إذا قامت بما لا يمكن تجاوزه في واشنطن خصوصا أن إدارة بايدن الديمقراطية تختلف عن سلفه أوباما الذي تغاضى عن اعتقال جنود المارينس في مياه الخليج حفاظا على مسار المفاوضات السرية حينها الكاتب يرى أن حبس الأنفاس سيستمر ستتملص طهران من أي احتكاكات قد تستغلها واشنطن سيستمر قادة الحرس الثوري في إطلاق التهديدات الفارغة بينما بغداد ستحاول تجنب أن تكون ساحة لتصفية الحسابات الحالية واللاحقة إلا إذا قررت طهران أن تنقل أزمتها الداخلية إلى بغداد وتقايد سلامتها باستقرارها نشرت صحيفة التايمز البريطانية افتتاحية استشرفت فيها سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في منطقة الشرق الأوسط المضطربة ولفتت الصحيفة إلى أن الشرق الأوسط من المناطق القليلة في العالم التي تشهد تحسرا على رحيل الرئيس دونالد ترامب بحسب الصحيفة فإن إدارة بايدن ستواجه مواقف متشككة وعدوانية من بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين لو حاول الرئيس المنتخب كما ألمح العودة لاتفاقية النووية مع إيران وأشارت الصحيفة إلى وجود أمرين يعقدان مهمة بايدن الأول استناف إيران برنامجها النووي وسيطرة التيار المتشدد على الأمور في طهران والثاني تعامل العالم العربي مع الأخيرة كعدوه الأكبر وليس الاحتلال الإسرائيلي وأترى الصحيفة أنه رغم الدبلوماسية المكثفة لحل المسائل الفلسطينية من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة فسيجد بايدن أن العالم العربي لم يعد يركز على تلك القضية وبدلا من ذلك يريد التزاما أمريكيا بأمن الخليج ووقف محاولة فك العلاقة مع المنطقة وإظهر العضلات العسكرية التي وجدت الأنظمة العربية أن إدارة أوباما لم تكن مستعدة لإظهارها في مجالات مثل مواجهة نظام الأسد في سوريا وأضافت الصحيفة أن بايدن سيجد صعوبة في عكس سياسات وإلغاء قرارات اتخذها الترامب مثل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس كما ستواصل عمليات الانسحاب وتخفيض القوات وإن بشكل بطيء من أفغانستان والعراق وبحسب الصحيفة فإن إدارة بايدن لن تكون قادرة على فرض دور أمريكي في المسألة السورية المعقدة أو مواجهة فاعلة ضد التأثير الصيني والروسي في المنطقة وتختم صحيفة التاينز بالقول كما اكتشفت الإدارة الديمقراطية السابقة اكتشفت دور الصانع السلام قد يكون محبطا فإن بايدن ربما يتابع سياسة إدارة ترامب بإهمال متزايد للشرق الأوسط وتركيز على تحديات أخرى اكتشف صياد سمك في إندونيسيا غواصة مسيرة درون صغيرة يقول الخبراء إنه من المحتمل أن تكون الصينية في المياه على طريق بحر استراتيجي من بحر جنوب الصين إلى أستراليا وقالت وسائل إعلام إندونيسية إنه تتم العثور على المركبة التي تعمل تحت الماء في كانون الأول المنصرم بالقرب من جزيرة ساليار جنوب سولايويزي وبعد ستة أيام تم تسليمها إلى الشرطة ومنها إلى الجيش الإندونيسي وقال المحلل الأمن الإندونيسي محمد فوزان إن هذه الغواصة كانت على الأرجح ترسم خرائط لطرق الغواصات المستقبلية بالنظر إلى أنها وجدت بعيدا عن المياه الصينية وفي طريق بحري مهم بين الصين ومدينة دارون أقصى شمال أستراليا ووفقا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية فإن استخدام الميكانيكا غير الكهربائية وانخفاض استهلاك الطاقة يعني أن مثل هذه الغواصات الصغيرة يمكن استخدامها لأشهر أو حتى لسنوات طويلة إلى فقرة الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختاما شكرا لكم على حسن المتابعة في حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام نلتقيكم في حلقة جديدة بحول الله السلام عليكم ورحمة الله